تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وليعهد أبو ظبي نئبي القادل على للقوات المسلحة اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة عددا من المشاريع البنية التحتية التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الدولة بمبلغ مليار ومئتي مليون درهم وقد اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة معالي أحمد جمع الزعابي نائبي وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة مبادرات رئيس الدولة ترسية مشروع مستشوى الشيخ خليفة المركزي في إمارة الفجيرة بقيمة 865 مليون وتسعمائة ألف درهم والذي يضم تسعة طوابق بسعة 207 أسرة مع امكانية رفعها إلى 300 سرير كما اعتمدت اللجنة ترسية مشروع طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مرورا بالمدام وحتى الشويب والذي يشمل في مرحلته الأولى ربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة بمنطقة المدام بمبلغ وقدره 323 مليون درهم ووافقت اللجنة على ترسية عدد من الطرق الداخلية وعمال المواقف في المجمعات السكنية في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة بمبلغ 12.400.000 درهم